صباح الخير وجمعة مباركة على الجميع قبل ما أبدأ بالفيديو كالعادة لازم أقولكم شكرا شكرا لكم هوايا على دعمكم وعلى تعليقاتكم الحلوة فهذه التعليقات واللايكات تتخلي الفيديو يكون مقترح لهواي ناس ويعني يفيد الفيديو باختصار راح يكون تاريخ هذا الفيديو 18-02-2022 فأتمنى يعجبكم الفيديو بس لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا ما مشترك عنوان السوق هو بأربيد يسموه سوق ميدان سيداوة للطيور والحيوانات الأليفة فإن شاء الله يكون الفيديو ممتع ومسلي ويلا نبدأ بالفيديو لاتس كو هذا قرد أليف رايدة بخمس ورقات 500 دولار بعد صغير هذا عمره شهرين بس الله حلو بس تيجي على الكاميرا ويأخذ وغير يقعد قرد بعد ما أقدر أصوره يقمز رايدة 500 دولار هذا يلعب ترى مو عبالكم متعذبة وشي مربوط ما شاء الله بني كوكتيل الولد مشتريه بـ خمسين ألف فينات الخمسين إن شاء الله درجة أولى سعر زين خمسين ألف هذا إنجليزي هذا إنجليزي والثاني عراقي يعني عراقي إنجليزي حلو يعني تقدر تعامله وتأخذ سعر أقل بس ما شاء الله حلو ما شاء الله حلو ما شاء الله حلو ورقة ورقتين ما شاء الله ها أنا أدور راسي أريد أعرف بزون أرنب ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا أرنب سعره 100 دولار بس كل ما يبين عندي لا عين لا خشيم ها 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مينا وتحشي فول وأليفة كلش وسعرها كلش مناسب رايدة مئة ألف شو مينا يحشو إياها تحشي مينا ها حلو والله مينا ما شاء الله كلش حلو أربيل أربيلي ها يحشو في الكرد ها 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 مينا ما شاء الله هذا أرنبود بعدها صغار بالعمر و رايدة زوج مالته بـ 25 بستوبنج ها كاكا بستوبنج زوج مالته يعني 25 أربيل والله حلوات سعره 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 سي هزار سي هزار سعره 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 بـ 30 ألف ما شاء الله حلوات سعره 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 بشي sí سعره سعره السعره لن أحدك سعره 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 نقرا سعره 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 الisy ما شاء الله هذا قبل جاهوا يسلوا عنه الزوج مالته ذني يعني ضخمات الزوج مالته رايده بسبعين ألف اعتقد هذا فحل وانا فيه مالته بس طير يخبر ما شاء الله بس ضخم هذا انا شايف قبل بس موهيج حجمه عنده زوج رايده بخمسين ألف ما شاء الله حل القبج سبحان الله ما شاء الله اما ذني الزوج مال القبج رايده بخمسين ألف ما شاء الله حل القبج رايده بخمسين ألف ما شاء الله هذا كوكتيل لون أصفر ما شاء الله حل القبج رايده بخمسين ألف ما شاء الله ذني زوج طيور حب اللون أخضر ذني هذا والثاني قاعد هناك واحدة زعلان رايده بخمسين ألف ما هذا الرنبو لون رنبو أصفر أو أخضر هو يجقلي بس نوع من الرنبو بيش كاك الرنبو ثلاثين خمسة وعشرين ألف ذني أفراخ مال رنبو بس دة تبلغ يعني مو صغار كلش هاده واحد ذاك الثاني ما عروف ذا ورحات خمسة وعشرين ألف رايده والله كاك أشكرك ما شاء الله هاده كاسكو المتكلم يعني يحكي سألت يحكي عربي لأغردي قال لا عربي لأن الولده عربي هاده رايده تسع ورقات طبعا السعر مالت أدري غالي بس حاليا قليلا بالسوق وأسعارها مصاعدة لأن قبل فترة صورتها بخمسمائة دولار حاليا رايده تسع ورقات ما شاء الله حلو الكاسكو ببغاء الكاسكو ما شاء الله إذن يطاووس اثنين او زوج رايده بثلاث ورقات ونص يعني هذا النص طاير بالمعاملة هذا الذكر مالته والنثير يعني الفحل والنثير بس ما شاء الله شكالة حلوات ما شاء الله إذن هنا يسموها أطلسيات تشوف شان يصير قريب الصابون بس على رصاصي وجنح أسود بس ما شاء الله كلش حلوات إذن رايد الزوج مالته ميتيل نوعية يوصل خمس يعني ينزل خمسين ألف ستين حسب حسب المستوى بس دني مستوى مالته عالي ميت ألف الزوج أشرب لكم يا زين هذا الفحل والنثير ميت ألف زوج ما شاء الله دني لطخ مصلاويات لطخ يسموها الزوج مالته بخمسين ألف خمسين ألف ستين الزوج مالته رايدة بخمسين ألف لني مصلاويات نوع من المصلاوي بس صير ما شاء الله كلش حلوان راقير ما شاء الله الله حلو خوش يا زوج الزوج مالته رايدة بستين ألف خمسين ألف خمسين ألف خمسين ألف خمسين ألف بلني سموه هنا أو مو هنا هي يعني أصلها سوري نوع من الأرافل بس سوري يسموها والله ما عرف شنو بالضبط اللي يسمالته بس هي نوع من الأرافل السوريين يعرفوها ويصير حزام جنحان نشوفوها ما شاء الله هم حلوة خوش طيور رايدة بخمسين ألف الولد الأهل سوري يعرفون بها ذني أما ذني يسموها ملك النورس هنا قلت لكم الأسماء هنا مختلفة هواية عنها مو مثل يعني ببغداد أو غيرها فهنا يسموها ملك النورس الزوج مالته رايدة بخمسين ألف شايفيها النورسيها تصير بس ذني شوية أكبر الزوج مالته على خمسين ألف دينار إن شاء الله إن شاء الله واضحة يمكم هذا مدرش بين أعسان ممكننا نقاهد من الصبح ما شاء الله ذني زوج هنا يسموها ولفة يعني زوج ولفة السعر مالته ورقة مواصفات ما شاء الله فبول يعني هذن الشارع بس حمام زينة يعني يحب حمام زينة نصح يجي هنا هذا هنا بس على طول الشارع حمام زينة مواصفات إذا واضحة يمكم الزوج مالته مئة دولار ورقة يعني إيه هيك واضحة ها بس خيأ قربكم ماشي ما شاء الله هاي إيراني لون أحمر ولون أسود الزوج مالته رائدة بـ 25 ألف فهذا السعر أولي طبعاً أنا ما عاملته لأن ما أشتر إذا عاملته ما أشتر هم سيصير مشكلة الزوج مالته بـ 25 ألف فهذا أحمر والأسود مالته مالته والأسود مالته مالته ماشيالله ذني أول مرة يشوف من عدة رجال شبير بالعمر سألت قلت لشن نوعيته قال ذني نوعيات أو نوعيات شنو اسمها حبسي يعني نوعية هي شي اسمها حبس بس ما شايف من مثلها لحد الآن أول مرة يشوف شوف شون مالت زينة هم بس شكلة كلش غريب ماشيالله وحلوة هو شاكو شي غريب يصير حلو حتى لو شكلة مو حلو رأي يذهب مية وعشرين ألف أو مية حسن انت تعامل تاخذها بمية شوف شكلة من فوق يجي يصير ماشيالله هذا فحل بس مو بخارة يقول هذا يجوار البخارة هنا كل شي يعرفون بالله مالت زينة خاصة هي هاي الأربيليات هذا رائدة بمية دولار قفل إذا واضحتكم ماشيالله شوفوا صر عنده هنا شان الدمكش بس هذا مو دمكش رائدة بمية دولار السعر أما هذا الثاني أعتقد السعر ميت ألف إذن مو الأربيليات بغدا يسموها دمكش أربيل ما شاء الله هنا موجودة بكثرة رائدة بمية ألف وهذا رائدة بمية دولار بمية دولار ما شاء الله ذني زوج بصراويات هذا رائدة بخمسة عشر كل مستوى مالته يعني زين متوسط أكو بثلاثين يوصل عدو هذا السود والذيل أبيض أما هاي لا بس السود الثاني لا ذيل مالته أبيض شوفوا بأربيلي سموها طيور فاوي هي البصراوي مالة فاوي يسموها مالة فاوي يسموها خمسة عشر ألف ما شاء الله هذه نوعية مالة وز هو أقل لي اسمهم بس ما حفظت الآن صعب الاسم اللي يعرف شن نوعيته يكتب النياب التعليقات قفل مالته مية دولار رائدة أو مية ألف والله ما سمعت أبيض لأن الولد مو موجود بس شوف شان صير سبحان الله شخور هذا الذكر وهاي النفية ما شاء الله حلوة والله من القصة كوشين كوشين هل نوعية كوشين ألستة مالة رائدة بمية ألف هذا الذي ودجاجات هنا موجودة هذا بس بالولندية بولندية هذا 35 ألف رائدة 35 ألف هذا كان موجود بكثرة حاليا قليل معروف ليش شنو المشكلة مدروف ها ذني دجاجات مالة الديتش بس شوف الفولندي ما شاء الله شقد حلو 35 ألفا ما ذني ل300 كوشن بس حلوات كلش حلوات ماشاء الله هذا دجاج هذا دجاج نوعيته قربيلي شوفوا شان صاير هذا يصير كلش ضخمة شنون الابراهما بس هذا شوفوا شان شكله رأسه يصير مثل البولندي وحجل بس شكله شكل يعني غريب وحلو ما شاء الله هذا رايدة 150 ألف كلش ضخمة بس حلو والله خوش إذا واضح تكب بصراحة ما ريد أتقربه خاف بيضرب العدسة بتروح فلوسي 150 ألف رايدة ما شاء الله ما شاء الله إذني شعريات بس فول فول ونضيفة ما شاء الله رايدة ب 350 ألف بس كلش حلوات بس كلش حلوات شوف ما شاء الله ده واضحة عدكم أو لا رايدة ب 150 ألف ماشاء الله هذا ديج اسباني كل شي صغير دجاج اسباني سكون حجمها صغير ولونها حلو هو كله كله حلو ماشاء الله بس مالت زينة هذا رايدة ب40 انت بمجاب اذا واضحتكم ما اعرف انا كل الفيديو اقول لكم اذا واضح بس ان شاء الله واضحات 150 انت ماشاء الله هذا ديجاج بولندي رايد تكمالته ب10 تالاف يعني زوجه ب20 انت ذني صغار بالعمر بعد ب10 تالاف دينا ماشاء الله حلوات والله احلى ديجاج هو البولندي ماشاء الله هذا هراتي لون ابيض ومستوى مالته كلش عالي رايدة ب50 الف اذا قفل كاكا 50 لا مقفل ها بي مجال يعني بس ما شاء الله خوش يعني مستوى مالته عالي ما قدر افتر لان ما اريد اخذي اطلاب تركيا تركيا اه نوعية مالته تركيا ما شاء الله حلو رايدة ب50 الف وبي مجال ما شاء الله هذا هراتي فول فول ما شاء الله نوعية مالته تايلندي رايدة ب90 الف كسعر اولي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رايدة ب60 الف كسعر اولي يعني اذا تيجي تقدر تاخذ سعر احسن شوف ما شاء الله حجم مالته كلش عالي شوف الوليه بصفة واقف يعني فوق الولي مو واقف مما قاعد السعر مالته 60 الف موسيقى شغل شتو شكرا 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 اشتركوا في القناة